السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هاد الملاقية هاذي فهي مختلفة كنتشوفوا معي انني الان انا بديت بالفنيتة فناخذينا هاد الفنيتة هاذي ووضعناها في التوب الان غادي نتاخدو ثلاثة الخيوط كل خيط فيهم مبروم على ثلاثة شعرات لاحظوا معي جيدا عندنا ثلاثة الخيوط في نفس اللون وغادي ناخد هاد الفنيتة وندخلا في الخيط الاول الخيط الاول مبروم على ثلاثة والثاني كذلك على ثلاثة والثالث حتى هو على ثلاثة شعرات لاحظوا معي هنا ثلاثة شعرات اللي عندي فالآن من بعد ما دخلت هالثة الخيوط فقد ارجع ونتبت هاد الفنيتة هادي فقد انتبتوها غير على هاد المكان هاد فهنا لاحظوا معي جيدا كيفاش غنتبتو الفنيتة بهالطريقة هادي والمهم ان هاد الخيوط يجيوا يعني متماسكين فالآن غادي نبدو تنضفره يعني الضفرة فتنظن ان هاد الضفرة هادي يعني معروفة ولكن انا بغيت نصور ليكم يعني كيفاش حتى ضفرت الخيط يعني بش يعني اللي معرفات كيفاش ضفر الخيط اول مرة او علاش تبتو لهذا خدموا غير بفنيتة عادية تبتوها ووضعوا عليها ثلاثة الخيوط وكل خيط يكون مبروم على ثلاثة شعرات وتنبقى وتنضفره الضفرة العادية يعني كما تنضفره شعرنا موهم كيفما كتضفره شعر ضفره هادي فهذا الخيوط هادو الآن غادي نستمروا يعني بالخدمة فغادي نوضع هنا يدفيره ديالي عادية ضفرة عادية جدا يعني ما فيها شي حاجة سعيبة فانا غادي نكمل يعني غادي نبقى هنا تنضفر في هاد الخيوط هادو غير بشوية حتى نوصلول لاخر يعني غادي تبقى وغادي نكدفروا حتى حاولوا انكم تضيروا خايت طويل يعني اللي كنتو غادي تخدموا بهذا الخدمة يعني غا تلاقيوا بها الجلابه او القفطان او اي حاجة غا تلاقيوا بها طبعه بالحال ديروا خايت يكون طويل باش تجيكم يعني تجيكم الخدمة على حسب هادا اللي ما عرفاتش كيفاش فماللي تبغو تبرمو الحرير برمو غير على مثلا اليد ديالبيب خودوا اليد ديالبيب برمو عليها الحرير فكل تتبرم الخايت على سبع ديالرجلها ولكن انا صراحة ما تنفضلش ذيك الخدمة ديالبريم ديالسبع ديالرجل فبعد مرة تكون صبعك يعني في حرش او شي حاجة فتيشد لك الخيط المهم غادي ترجعوا اليد ديالبيب وغادي تبرمو عليها الخيط انا ديما تبرم الخيط على اليد ديالبيب يعني اليد ديالبيب تتكوى الرطبق وتتخدم مزيان فبرمو عليها المهم الآن غادي ناخد الابرة وغادي نحيد هاد الخيوط هادو غا نحيدهم من الفنيتة وغادي ندخلهم في الابرة لاحظوا معي هنا ما تحيدوا الخيوطة من الابرة من الفنيتة حتى تدخلوهم في الابرة باش ما يمشيش ليكم يفلتش ليكم يعني شي خير ديروا هاد طريقة هادي فالان انا دخلت لاحظوا معي جيدا دخلنا هاد الخيوطة اللي دفرناهم في وسط من هاداك الخيط اللي غادي نبدو نخدمو بي فهنا تبتو هاداك الخيط غير بشي فنيتة ولا شي حاجة المهم غادي نرجعوه للجهة المقابلة وهاد الخيط هادا اللي اللون دياله ابيض فحتى هو برمتو على ثلاثة شعرات هاد ملاقيها سهلة وبسيطة ورائعة في نفس الوقت فغادي نجيل للراس وغادي ندير هنا غريزة لاحظوا معي اتجاه ديال الخيط فغادي نوضع هنا هاد الغرزة وهدوك الثلاثة يعني هديك الضفرارة هالسحت خليوها يعني متقربوش ليها لاحظوا معي هاد البديه مزيان لان البديه هي اهم حاجة من بعد ما وضعت الغرزة فغادي نرجع للتوب وغادي نوضع غرزة اخرى يعني هنا غادي نخدمو غير بالغرازي فغادي نرجع هنا وغادي نحيد هاد الابراق فهحنا ده بكملنا هاد الغرزة وغادي نرجع لاحظوا معي مزيان هاد الخدمة يعني جيدا هي حاد غادي نرجع له ده الغرزة هادي وغادي نخدم عليها غرزة اخرى هنا غادي نخدمو غرزة غرزة حتى نكمله هاد شيء مؤيم دائما شوفوا معي غير ياتجاه ديال الخيط فغادي نرجع له اذ مكان هذا لاحظوا مع scripture هاد مكان هذا هو اللي غادي ندخل فيه الابرا وغادي نستمر مره مره يشد الحرير ولكن نكمل الخدمه سوف ارجع ونخدم في التوب سوف تلقى ثلاثة ضربات في التوب ولكن من بعد ما سوف تلقى ثلاثة سوف تلقى غر جوج فهذا الشي لكي نتابه معي مزيال الضربات اللي سوف نخدمه هنا فهنا رجعت لهذه الغرزه اللي عندي ودخلت فيها الابرة المهم سوف ندره هنا يوحد الغريزه فهنا اهم حاجه هي التعامل مع هذك الضفره كيفاش غنتعاملوا معه فهنا غد ناخد ضفره ديالي وغد نرجعها في هاد الاتجاه في هاد الاتجاه هذا وغد نحاول انا ننتبتها بصبعي هنا غير دخلوها وحد شوية تحت من التوب باش متبقاش تبرزتكم غاحدوا معي الموم انا غد نحاول هنا غد ننتبت بعدها نوضع هاد الغريزه هادي نوضع هاد الغريزه هادي في التوب وحاولوا ان الخدمه يعني تكون متناسقه فغادي نتبتها يعني غرب شوية البديه وحد شوية كتكون يعني دائما اي البديه دير اي حاجه تكون صعيبه المهم كي ما قلت لكم هاد الضفيره ارادتها تحت من السبعي باش ما تبقاش يعني تبرزت يعني تبرزتكم فى الخدمه وذك شي المهم اه هنا ارجعنا لهاد الغرزه وخدمناها والان ما نضربش فى التوب لاحظوا معي مزيان ما غاديش نضرب فى التوب فهنا ما ضربش فى التوب لاحظوا معي مزيان هاد الغرزه اللى خدمت وغادي نوضع ليها عوينة اخرى عوينة هفون مره مره كتلف ليا هاده المهم وكل شي فهم لاحظوا معي هنه مزيان حسبوا معي غير هاد الغرزه اللى كي نعدنا فى التوب هنا كيف مكتشوفو عندي جوج جوج الغرزات فى التوب وغادي نوضع هاد الغرزه هادى فغادي نخدمها الان احنا يعني كملنا هادى صراحة كملناها والان غادي نرجعوا ناخدوا الضفره اهم حاجه هي التعامل مع الضفره اخدينا الضفره ويعني دورنا هاد الاتجان انا فى الراس رديره وحد الفنيتا قتشوفوه معي فى الاخر دي الفيديو ويالتا ندور على الخير باش ما يبقاش يعني يعني ما يخليكش تخدمي فى خاطرك مهم فهنا ضربنا فى التوب لاحظوا معي مزيان هادى الضربة اللولى فى التوب والتانية غادي نضربها فى هذه الجهة مهم فى الغرزه ولاحظوا معي مزيان غادى نرجع الالغرزه كذلك ونتابهوا الاتجاهات دول الخيط فغادي نجيو هنا وخدمنا هادى والآن سأضرب في التوب لاحظوا معايا دربة اللولة في التوب والثانية في التوب فهنا خدمنا جوج ديال الدربات هنا بيش ما تلفوش على هذا الخدمة وجيكم سهلة حسبو غير عدد الدربات اللي تضربوا في التوب فيما تلقاوا راسكم ضربتو جوج دربات سافا عارفوا بما أنتو ما خرسكم تبدو واحدة اخرى جديدة في الجهة المقابلة قبل ما تبدو دوروا هاد الدفرة هاد دائما قبل ما تبدو واحدة اخرى جديدة دوروا هالدفرة فهالدفرة هتلاحظوا في الأخر أنها تتبقى غادة وكالدور تبتوها غير بالأصبع دياركم لاحظوا معي مزيان تبتوها غير بالأصبع يعني دخلوا واحد شوية تحت من التوب وخدموا عادي جدا الآن غاد يعني نوضعوا هالغرزة هذي في الجهة المقابلة وفين غاد نرجع لاحظوا معي جيدا فين غاد ندخل يعني الإبرة يعني هنا غاد نجيل هاد المكان شوفوه مزيان يعني متنضربش في ذيك الغرزة اللي حداية تنجيل اللولة اللي أنا كنت خدامة فيها وتنخدم عليها مرة أخرى وترجع يعني شوفو الخيط في هاد المكان هذا أنا هنا حاوت نقرب كاميرا مزيان يعني بش أنكم تشوفوا الخدمة بالضبط كيفاش غادة وتبعوا معي حتى الأخر يعني أنا كنعرف باللي كينين يعني فاش غتتفرج يعني وحدة معلمة في الخدمة دغي غدا تفهموا لكن كنراعي الناس اللي تيكونوا مبتدئات يعني الأخوات المبتدئات دائما تيطلبوا مني أنا نقرب الكاميرا مزيان فأنا تنحاول أنا نقربها بش كل شي يفهم وكل شي يعني يتعلم هذا هو اللي مهم العلم يعني دائما خاصنا يعني نبار طاجي والحاجة اللي تنعرفوا ليها بش كل شي يفهمها وكنتمنى أن التصوير يكون واضح والشكل يكون واضح هذا الخدمة هادي ساهلة بزاف وبسيطة بزاف واللي مهم فيها هي البداية يعني صافي ومن بعد غدا تبقى وغادين عادي فا كنشكر جميع الأخوات اللي اللي تيكتبوا لي يا تعالى يا قالت نشكرهم كاملين وديما يعني نكملوا الخدمة فهنا رجعت ووضعت الغرزة الأخرى في هاد المكان هادا وغادي نجي لاحظوا معايا مزيان من اللي توصلوا لها المرحلة هادي بالضبط ما تضربوش في التوب ورجعوا في الغرزة السابقة يعني بحالة الرجعوا الوراء فغادي نخدم هاد الغرزة وهادي هي المرحلة المهمة هنا تنضربوا في التوب يعني هنا حسبوا أنه عندكم جوج ديال الدربات في التوب يعني دربتين في التوب الدربة اللولة والتانية من اللي تتضربوا جوج دربات في التوب تترجعوا تخدموا هذه الغرزة وتترجعوا تفكروا هذه الدفايرة اللي كنتوا خدامين بيها فهدي هي وقيتتها لاحظوا معي جيدا شوفوا الدفرة كيفاش غادا تدوز تنجي من فوق ديال الخدمة والآن سافي يعني الدفرة تنضعوها بهالطارقة هادي وتندخلها واحد شوية بصبعي أسفل ديال الخدمة هالطارقة هادي مهمة بزاف لأنها يلغة تساعدكم يعني فاش غادين تخدموها غادين غاد فهموني فاش غاد تخدموها غاد تعرفوا باللي مهم تدخلوا بصبعكم باش تجيكم الخدمة سهلة فدي ما قد تنرجعوا لهاديك الغرزة اللولة اللي احنا كنا خدامين عليها هي اللي تنخدموها وعادة ترجع لهادي جديدة اللي تكونات عندي ما تنضربش ديما في التوب وتنكمل الخدمة ديالي يعني هنا غاد نضرب هنا في هاد الغرزة وغاد ارجع نوضع في التوب يعني نخدم هنا على التوب هنا كملنا هادك جوج دربات اللي عندي في التوب يعني احنا ديما كمت لكم ركزوا غير على حاجة وحدة وهي العدد ديال الضربات اللي تتضربوا في التوب يعني ديما حسبوا عندكم جوج ديال الغريزات تتخدموهم في التوب ومن بعد تناخدو الخير مرة ندوروه مرة نجروه الان بحل ذا بمثال الان انا جريتو هاد الضفرة هادى جريتو كما قلت لكم انا عندي واحد الفنيتة في الجن في الاخر ديالفيديو غادي انتوهوا معايا ديك الفنيتة غيرت ندور على هادك الخيط باش ما تبارزت نيس في الخدمة يعني نسيت ماوريتهش ليكم في الاول فتال الاخر عادة فكرتا واني نوريه ليكم المهم كملوه الخدمة هادى فكما قلت لكم هناك لاحظوا معايا مزيان متجيوش لهذاك الفراغ اللي عندكم ورجعوا للغرزة اللولى اللي كنتو خدامين عليها يلا خاصكم ترجعو له هادى اهم حاجة في الخدمة والان غادي ندور الخيط الاتجاه اللي في الاعلى وغادي نرجع الغرزة ديالي اللولى اللي انا كنت خدمت عليها وغادي نخدم الان فوق التوب يعني هنا غادي نوضع الابرة ديالي فوق التوب وغادي نوضع هنا هادى الغرزة بهادى الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا هنا تيبانوا لكم جوج ديال الدربات على التوب اللولى والتانية هنا صافي يعني املي املي تيبانوا لنا جوج ديال الدربات فوق من التوب تنعرفوا راسنا باللي كملنا كملنا هادى وخاصنا نبدأ واحدة اخرى جديدة هنا غادي نتفكروا كيما قلت لكم اللي نحسبوا راسنا راوضعنا جوج لكم هنا اخراج نتفكروا هادى الضفارة أن نحنا كنا نلويها فغادي نرجعوا هنا الادى الضفره هادي وغادي نجرواها بهادى الطريقة وغادي ندخلها ه главное اسفل ديال التوب دائما هنى اسفل التوب فهنا غادي نجرها بهادى الطريقة هادي وغادي نوضع هنا الغرزة على التوب كيف ما كتشوفوا دائما هني كنخدموا يعني بهاء الطريقة في المثل ان ندوروا هذيك الخير تندوروا هذيك الضفرة عفون فكنتفكروا مهم مهم نكمل الخدمة فارجعنا هنال هاد الغرزة هذي وغاد نكمله كما قلت لكم خدمنا هاد الغرزة فغاد نجيو اللولة لاحظوا معاي الاتجاه دي الخير تنجيوه اللي هنا وتنخدمه انا هاد الفيديو طولته صراحة شوية ولكن غير يعني تفكرت باللي كي بعد مرات تنوضع يعني فيديو قصير وتي طالبوا مني بعض السيدات انني يعني نشرح مزيان فهدشي علشان اقلت هاد الفيديو خسو كون طويل شوية صراحة باش كل شي فهم والمهم هو الخدمة هذي رها بسيطة صراحة بسيطة بزيف الان احنا دورنا هاد الفيديو هادي هاي الفنيتة اللي هدرت لكم عليها واخيرا بانت هاد الفنيتة هذي هذي الفنيتة اللي نسيت ما وريتش لكم في البداية كان خسني نوريه لكم صراحة في البداية دي الخدمة ولكن نسيتها يعني فلس تكون في الجو دي التصوير شحل من حاجة كتلفلك حتى كتبغيت مونطعة ده كتفكاره المهم توم شفتو الفنيتة هاي لك ندور على ذاك الخيط غير باش ما يبقاش الخيط يعني غادي جاي وفي المرة التانية نشدو بسبعي يعني رلاحظتوا معي في الاول احنا دا بدورنا على الفنيتة فالمرة الجاية غادي نوريكم غادي تشوفوا معايا كيفاش ذاك الخيط ندخلو يعني بسبعي تحت من الخدمة المهمة ذاك الخيط مخصوش بارزطني وسافد اذا الشي اللي عدي انا مهم هنا كما قلت لكم عدنا جوج دي الدربات في التوب فهد شي شنو كيعني كيعني بلي احنا قصنا نبدأ وحد اخر جديدة كما قلت لكم جوج دربات في التوب تيعني وانك خاصك تبداي وحد اخر جديدة فلاحظوا معي الان غادي ناخد ديك الدفايرة ديالي اللي لسقطها في ديك الفنيتة وما غاديش ندرب في التوب غادي ناخد دفايرة ديالي وكيفاش هنا لاحظوا معي مزيان تنجيب الخيط من الفوق وحاولوا ان الضفرة تبقى ديما بينها يعني بهالطريقة تبقى ديما الضفرة بينها كما قلت لكم كنحسب وجوج دربات في التوب فهادي اللولة وفي الان غادي نرجع فين لهاد الغرزة اللولة اللي كانت يعدي فغادي نطلع يعني الابرغ وغادي نرجع في الغرزة لاني خاصة يعني جوج دربات في التوب فغادي نرجع لهاد الغرزة هادي باش نكمل ويعني ناخد جوج دربات في التوب فهنا غادي نرجع لهاد الضربة التانية اللي هي في التوب وغادي نكمل فيها يعني هنا نكمل الخدمة ديالنا بشكل عادي جدا فغادي نرجع دياء دائما يعني الخير بهالشكل هادا حتى نكملو حتى نوصلو للنهاية فالان من بعد ما ولو عندي جوج دربات في التوب يعني كررت شحل من مرة ولكن موهم نعاودوها من بعد ما كملنا جوج دربات في التوب خاصة نرجع لدفايرة ديالنا فغادي نرجعون ووضعوها علاق الفنيتة لاحظوا جيدا غادي نتبتها هنا على هالفنيتة اللي انا اصلا نتبتها بها التوب غير باش ما يبقاش يعني التوب تيمشي ويجي داروري انا شخصيا يعني تنخدم بالفنيت تتعجبني يعني الخدمة بالفنيت بعد مرة تدلقى بعد سيدات يعني كاللي كتتخدم فنيتة وحدة باركة علي يعني كتخدم بها ولكن يعني ما كنبغيش نخدم بفنيتة وحدة تنبغي التوب يعني نتبتهم مزيان بالفنيت عادا نخدم خصوصا خصوصا الملاقية فاش تنبغيوا اللاقي والكم يعني في الوقت فاش تنبغيوا اللاقي والكم خدموا بالفنيت حاولوا انكم يعني تتبتوا بالفنيت مزيان بعض السيدات صراحة متي تتبتوش بالفنيت مزيان غير اكتتحط فنيتة وكتبقى قعدة خدامة مكتدير فنيتة فلاخر مويم كاللي كتتعجبها ذيك الخدمة ولكن انا صراحة مكتعجبنيش حيث اكتر هيك تخرج لي يعني كتعطك التوب من ديكالي في اللخر كتجيك جيهة طالعة وجيهة هابطة علش حيث مش ديتيش العبار مزيان من اللاول يعني ما الافضل خوضوا العبار من اللاول باش بالفنيتة انا تنفضل انني نتبت الفنيتة في البدية وفي اللخر يعني في البيداية وفي الاخير علش فاش تتكون الفنيتة متبت عندي انا في اللخر دي الخدمة اهم حاجي في اللخر دي الخدمة تنقدر انا نشوف الى بانت لي مثل الخدمة غادا جيها طالعة وجيها هابطة تنحاول انني نبعد ضربات او نقرب ضربات مو يعني اللي كتلاقي بالزافرة غادي تفهم مرة كنتطري انك تبعد دي الدربات مرة انك تقرب دي الدربات علش باش ميخرش لك اذا كتدي كالاج في اللخر مهم شوية بشوية حتى كل شي غادي تعلم كل شي غادي بان يعني ناصيحة من عندي استعملوا الفنيتة خصوصا الاخوات المبتدئات انا عارفة باللي بعض السيدات ما غايت قبلوش هاد ناصيحة وغادي نقولولك لا غير فنيتة واحدة بارك علينا كافيانة مهم انا شخصيا ما كتكفينيش فنيتة واحدة انا كندير ربعة الفنيتات صراحة كندير ربعة كندير جوج في البدية دي الخدمة وجوج في الاخر دي الخدمة ولكن عديكم نقدر ندير تستق يعني مهم عدي انا الخدمة خاصة التبت مزيان يعني نتبتها مزيان باش نقدر انا ننخدم فالان كنتمنى يعني ان هاد الفيديو هادا وهاد الملاقية هذي تنال اعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة ومتنسوش لك تشوف القناة لأول مرة وعجبتها القناة فتشترك فيها ودائما دعموني بالضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة